السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثاني ومتوسط الجزء الأول طلبوا من عندي صفحة 24 نحل رادو رقم 9 ورقم 12 ورقم 14 9 و 12 و 14 راح أحيله يلا يعني هذا رقم 9 يقول 2 على 5 ناقص 2 2 على 5 ناقص جذر 36 تكعيب ما نسالب 8 ناقص 3 على جذر 25 احنا قلنا هذا تكعيب يعني بي 3 اذا ما بي يعني تربيع فهذا تربيع يعني توضيح يلا يوم نجي نبدي اول مرة يلا يوم هس 2 على 5 اذا ما بي تحليل ينزل يعني ينزل ما بي تحليل ينزل ينزلها 2 على 5 ناقص الجذر 36 الجذر التربيعي لل 36 يشغل 6 6 الجذر التكعيبي للسالب 8 السالب ينزل ما ليش أغلبي لأن تكعيب لو تربيع شاقلنا يهمل جذر 8 يشغل التكعيبي ما تل 8 2 ناقص ثلاثة نزلتها جذر 25 جذر التربيع مالتها 5 أول خطوة سويت بس طلعت من تحت الجذر واللي ما يطلع من تحت الجذر راح أنزله زين هسا ش عندي عدي صارت عدي عملية طرح هسا راح نضرب السالب بالسالب ليش ضربت هليش نا ما ضربت لأن هذا موجب إذا المقام سالب راح نضرب السالب بالسالب يعني يقول 2 على 5 زائد 6 على 2 ناقص 3 على 5 سويت الخطوة الثانية ضربت السالب بالسالب زين هسا ش عندي راح ها راح هنا عدي اختصار اختصار على 2 بها 1 و 6 تكم 2 بها 3 صارت عدي 2 على 5 زائد 3 ناقص 3 على 5 هذا مقام ها خليلها 1 هذا مقام ها خليلها 1 زين هنا توحيد المقامات اللي هي وياه تكون بين 5 5 5 5 على 5 بها 1 1 2 2 زائد 5 على 1 بها 5 5 3 15 5 ناقص 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 وحدت المقامات اخذت وضربت وقسمت يساوي 2 زائد 15 17 17 ناقص 3 على 5 17 ناقص 3 14 على 5 هاي اول خطوة ان شاء الله افتهمتو مصير بس طلعتها من تحت الجذر وحت المقامات وطلعت عملية الجمع والطرح بسطت الثانيا يقول الجذر 27 تكعيب مالتها و15 تقسيم 6 على مطلق السالب 5 سالب 7 على 144 الجذر 27 جذر تكعيب مالتها سالب 3 جذر تلكماني بالتكعيب السالب ينزل بس بالتربيع يهمل سالب 3 نزلتها على 15 نزلتها تقسيم 6 نزلتها مطلق السالب 5 جذر اوخر المطلق واخر السالب تبقى بس 5 زائد سالب 7 نزلتها الجذر 14 جذر 12 تردون تحللون بكيف كون بس ينبين ترى هاي هس شا سوي هس نقلب القسمة الى ضرب ونقلب مقلوب الكسر سالب 3 على 15 في 5 على 6 زائد سالب 7 على 12 على 12 يلا يعني هاي بها اختصار على 5 بها 1 15 على 5 بها 3 هاي اختصار 3 ويال سالب 3 بها 1 وهاي بها سالب 1 سالب 1 1 في 1 سالب 1 معيني 1 في 6 6 هاي اول مرة العملية الضرب معلية بالزائد بعدين يلا الزائد هاي نقول الزائد بالسالب سالب 7 7 7 اشارات مش شابه نزل اشارة ونجمع سالب 9 على 12 سالب 9 على 12 اختصار بين 9 وبين 12 سالب سالب 3 سالب وناخذ 12 على 3 بها 4 ويساوي سالب 3 على 4 هذا خلص 12 بقتلي ال 14 سالب 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 9 9 و 0 زائد تربيع ال 49 اثنين 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 تقسيم 7 على 12 سالب واحد هذا دائما قلت لكم الكسر اذا اثنين 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 سالب اثنين سالب واحد اثنين اثنين أربعة وازossing لاننا اثنين 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 最後 اثنين اثنين فيه اثنين اربعة فيه اثنين اثمانية مو اقول اثنين فيه ثلاثة ستة لا اثنين ثلاث مرات اضربها تقسيم السبعة على سالب اثنى عشر ينزل يطعيني زين هنا عندي هذا واحد السالب اربعة هو سالب واحد اس اربعة اذا واحد ناقص واحد نزلت هذا خليت بس واحد ناقص واحد نزلتها زائد هذا رح اقلب القسمة الى ضرب واقلب مقلوب الكسر فيه سالب اثنى عشر على سبعة خلنا خليها بيلقوا السين زين هنا اكو اختصار هاي بيها وحدة وهاي بيها وحدة هنا اكو اختصار ناخذها على اربعة اثمانة كم اربعة بيها اثنين واثنعش كم اربعة بيها سالب ثلاثة زين هذا واحد واحد هذا صفر لان هذا شارطة موجب وحدة سالب جيد طلع لي واحد فيه سالب ثلاثة سالب ثلاثة على يمن على اثنيا بس سعيد هاي الخطوة وراح اختم هذنين هنا ثلاثة بس ثلاثة رادو التاسع والاثناش والاربعتاش ما ماتي هذا واحد السالب واحد اس اربعة هو واحد ناقص واحد نزلتها هذنين قلبت القسمة الى ضرب واختصرت وقلبت مقلوب الكسر اختصرت السبعة ويا السبعة والاثمانة ويا الاثمانية هذنين راحا لان موجبوا بسالب راحا اخد فيه سالب ثلاثة سالب ثلاثة واثنين فيه واحد اثنين هاي عيني صفحة اربعة وعشرين وكل التوفيق يا ربي